بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان السلام عليكم المرحب بكم في هذه الليلة المباركة في اللقاء على سماحة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان رضو عيد كبار العلماء وعول لجنة دائمة الإفتاء وفي هذا المقر فرزوة الشهر الإسلامية والأوقاف والتعاوة والإرشاد في منطقة إجرام مرحب بكم أجمل ترحيب ونري بفضيلة الشيخنا يسمعنا ما يهمنا حول واجبات الخطيب والإمام والمؤذن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الجمعين أما بعد فإنني مرتفق بلقائي بإخواني من أئمة وخطبات ومؤذن المساجد في هذه المنطقة لأن مهمتهم مهمة عظيم أهم بحاجة إلى التشجيع والإعامة والتشار بكل ما فيه إتمام هذا العمل الجليل وفيه أجابه على خير وجه فإن هذه الأمور الثلاثة الإمامة الخطابة الألان أمور عظيمة وفيها خير كثير وفيها أجر عظيم لمن قام بها حسب استطاعته ومهبرشه وفيها إذن عظيم لمن تساهل أو فرق في حقها لأنها أمانة عظيمة وهي أيضا فرصة لمن يريد الخير تريد في الخير وأن يكون قدوة وإماما في الخير بها مصالح عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم خص الأئمة والمؤذنين خصهم بتوجيهات مما يدل على أهمية هذا النفر العظيم قال صلى الله عليه وسلم الإمام مضامن والمؤذن مؤتمن الإمام مضامن بمعنى أنه يضمن صلاة من خذبه قامن بأن يكملها ولا ينقص منها شيء هذا الضمام أمان معناه الكفالة وتكره شيء أن تحقظ عليه وأن تقوم به وأن تودله على وجهنا فإذا حصل فيها نقص بسببه أو يتحمل وإذا حصل فيها اقتداء وإتقان فهذا في ميزان حسنات قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم يعني يصلون بكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم والمؤذن مهتمن أي مهتمن على الوقت لأنه يتعلق بآلانه أمور عظيمة يتعلق بآلان الصيام من يصوم قروا أو نابل أو طبا ويتعلق بآلانه الصلاة لأنه يخبر عن دخول الوقت فهو مهتمن على دخول الوقت لأن يراقبه ويتقيد به لأنه يغلب الناس في عباداته فيصوم بعد وقت الصيام يتأخر بالآدان طلوع المجر فيأكلون ويشربون أو يجامعون زوجاتهم منهار رمضان بعد طلوع المجر إذا تأخر أو يصلون قبل دخول الوقت إذا تقدم قبل دخول الوقت في سائل الصيوات الخمس فعليه أن يتقيد بالوقت ويلاحظ الوقت لأن بعض المؤذنين يغفروا عن ذلك أو يتهاون به ويظن المهمة وأن يغفروا عن المؤذن بس ولو فارت الوقت أو تقدم على الوقت لا يهمه ذلك ولا يدري ماذا يترتب على جانيه فعلى المؤذن أن يلاحظ ذلك تمام الملاحظ وكذلك على الإمام أن لا يشق على المغمومي أن يراعي أحوالهم ولا يقدم الإقامة فيحرم الناس من الإدراك الصلاة أو بعضها ولا يؤخر الإقامة فيشق على الناس القادمين التي مغفرين شق عليهم كبار السن بل يعتدل بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر مراعاة في أحوالهم تأخرون للوضو يتأخرون لبعد المسابة تأخرون لمشقة المشي وإذن ذلك من الأعذار أن يراعي أحوال أما إذا تأخروا كسلا فلا أولئذ لا ينظر لهم لا ينظر إلى الكسالة لما ينظر إلى أصحاب الأعذار الذين تأخروا بسبب أعذارهم كذلك نبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراعاة من المعمومين في الصلاة فقال أيكم أما الناس فليخفر فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليقوّل ما شاء يراعي التوسط بين التطويل المثقل وبين التخفيف المخل يراعي الصلاة فلا ينقص منها شيئا بالتخفيف ويراعي أخوال المعمومين فلا يذكر عليهم يطول الطراء أو للخفوع أو للسنود أو للسنود أو للغاية ولما حصل من لما حصل من أحد الصحابة ومن أفاضل الصحابة لما حصل منه أنه طول على الناس في اغتراءه لما قول على الناس في اغتراءه وهم عالم الجبر رب الله عنه مع حب الرسول صلى الله عليه وسلم له طول وشكاه بعض المعمومين لأنه قرأ صلى بهم والعشاء وقرأ بهم سورة البقرة أول عليهم شكاه بعض المصلين إلى عسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه قال أفتاهم أنت يا معاذ قال إن منكم منفرين أيكم أما الناس فليخف فإن فيهم كلا وكلا وكلا فالإمام يتوسط بصلاته فلا يطيل هاي طالة تشقوا على المؤمن ولا يخففها وتخفيفا يخل بالصلاة هي توسط هدالك وهذه أمر وهذا أمر يقفل عنه بعض المهمون بعض الأئمة وفقهم الله فهو فهو إما أن يطيل وإما أن يخفه يدون ضوار فهو مسؤول عن المأمومين لا ينفرهم أيضا بالتطوير أو ينفرهم بالتأخر في إقامة الصلاة أو بغير ذلك من الأقوال ولفع بل يرغبهم يرغب المأمومين وينشطهم على خبور الصلاة ولا ينفرهم بما يخارب السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أما الخطير في الجمعة أو في الأعياد عليه كذلك أن يراعيها حوال المأمومين فلا يطيل عليهم خطبة بطالة تشق عليهم كما يفع البعض الأئمة فيطيل خطبة إلى إلى نصف ساعة أو ساعة أو بعضهم إلى ساعة ونصف فهذا غلق لا يدوسها كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات لا يطيل الخطبة عليه الصلاة والسلام ولكنه كان يجزل الخطبة بألفاظها وإلطائها يهتم بإلطائها حتى كأنه منذر جيش إلى خطب على صوته وحمر وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم لأنه بذلك يؤثر على الممومين إذا ألقاها بقوة فإنه يؤثر على الممومين أما إذا ألقاها بكسر وتباطل فهذا ينوم الممومين ينوم ولا يستدعون لهم فيعطي الخطبة حقها في الإرض وهذا لا يتأكى مع التطوير إذا طول ما يتأكى إن سيلقيها على الصلاة المطلوبة لأنه يتعب أما إذا اعتدل بالخطبة فإنهم يستطيع أن يلقيها بقوة كذلك من حيث موضوع الخطبة فإن الخطيب يهتم بهاية الناس وبالوقائع التي تحتاج لتنبيه يهتم بها وينبه على الأخطاء ويعلم الجهال بخطبته أما أنه يطيلها بأمور لا تم اكتل الحاضرين بصلة وليست من اختصاصهم أخبار العالم وما يجري في العالم والدول هذا ليس من شأن من شأن أن تنبيهم على أخطائهم أن توجيهم إلى الخير أن ترغبهم أن تعلمهم ما يجهلون هذا المطلوب هذا هو المطلوب من الخطبة كلمات معدودات جزلة مختصرة تغييد السامعين ولا تشق عليهم أيضاً إذا طلت على المامومين الخطبة فإنهم لا يدرون ما تقول يملون ولا يتابعونك بخلاف ما إذا اختصرتها واعتنيت بها ونسقتها وحفرتها فإنهم يستمعون إليه ويستمدون فهذا أمر حجب مراعاته على الخطبة والفقر الله فإن خطبة الجمعة ليست مجرد كلام يقال وإنما هي تعليم وموعرة ونصيحة وتنبيه يخرج السامع والاستفاد والاستفاد من هذه الخطبة والخطبة هي دقص الأسبوع وهي ينتظرها الناس باهتمام فإذا اعتني بها ويستعد لها فإذا الناس يستفيدون ويتقبلون ويخبر بعضهم بعضا لما سمع وحتى يخبر بيوتهم ومن في بيوتهم بما استفاد من هذه الخطبة فعلى الخطيب أن يهتم بهذا الأمر اهتماما مالغا ويهتم بالخطبة ويخررها إن كان عنده استعداد بتحضير الخطبة باجتهاده ومقدرته هذا شيء طيب وإن لم يكن عنده قدرة بتحضير الخطبة لابساً يرجع إلى الخطبة المخررة والمغيدة ويستمد منها أو يختار منها ويرضيها على الحاضرين بعدما بعدما يكرر الخطبة في نفسه وفي 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 فراغه حتى يرضيها عن فهم وعن وعن وكذلك عن إتقان في اللغة وسلامة من اللحن اللغوي فإن الحاضرين وخصوصاً المتعلمين إذا سمعوا الغلطة من الخطيب في النحو انصرفوا عنه الغلطة الواحدة تقلل من اهتمامهم بخطبته أما إذا كان الخطيب يطيها بأسلوم عرمي فصيح وسلمت من اللحن والخطأ فإن هذا فترقيبهم في الإصرى ولقباء عليه تعالى الخطيب وإذا كان الخطيب لا ليس عنده شيء من علم النحو أو ليس عنده إتقان من علم النحو فعليهم يستعمل الشكل يشكل الخطبة يضع علامات الرابع وعلامات الجزم وعلامات الخطب وعلامات تمام يشكل خطبة على شأن يسلم من الخطأ في اللحن فخطيب عليه المسؤولية العظيمة في خطبة وإعدانها وإضطائها واختيار الموضوع المناسب لها ويراعي الحاضرين عنده ومستواهم ألا لا يأتيهم بأشياء لا يفهمون أو بعيدة عن مجاركهم أنت تخاف بالحاضرين فأتي بشيء يفهمون وسهله لهم هذا هو المطلوب من الخطيب فعلي كميع أن يهتموا بما حملهم الله سبحانه وتعالى من المسؤولية ويبشر بالخير العظيم والإمامة والخطالة دعوة إلى الله عز وجل كذلك الأدام دعوة إلى الله قيل بقوله تعالى بقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قالوا المراد به المهدنون لأنهم يدعون إلى الله يدعون يقولون حيا على الصلاة حيا على الأدام أن يدعوا فهم درات إلى الله عز وجل فكيف بالإمام وكيف بالخطيب هؤلاء لا شك أنهم في مجال دعم وفرصة لهم فضور الناس واجتماع الناس فرصة لهم أنهم يدعونهم إلى الله فقهونهم في دين الله وينبهونهم على الأخطاء التي وقعتهم أو من غيرهم فرصة عظيمة وهذا من الحكمة من شرعية الفقهة لكل أسبوع لأن الناس بحاجة إلى التنبيه دائماً وأبداً وإلى التعليم وإلى الموعرة وإلى التنكير فأم بحاجة إلى ذلك ويجب العناية من شأن الخطبة إعداداً وموضوعاً وإرقاءاً وإختصاراً هذا كله من آداب الخطيب نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع بصالح القول والعمل وصل الله وسلم على نبينا محمد على هالي